يعني يمكن محمد شهين مجهز لنا مفاجأة وهي تجربة مع المخرج العظيم هو صغير سناً ولكن مخرج مهم هو هاني خليفة التجربة دي هو 6 حلقات 6 حلقات وعلى إحدى المنصات مظبوط إيه بقى؟ يعني مع هاني خليفة بقى إيه بقى؟ والله يبصي يعني أنا في اسمه إيه المسلسة؟ هو اسمه 420 دقيقة ومعرفش هيتغير الاسم ولا لا هو المسلسة 420 دقيقة فيه شوية مخرجين كده أنا بحب نفسي أشتغل معه هم دول؟ منهم أستاذ هاني خليفة وأستاذ هاني خليفة كلمني من حوالي سنتين أو ثلاث سنين يمكن أكتر في مسلسل وأنا كنت مع مسلسل تاني وعندي كنت عندي ده أنه مش عارف إيه ما كنت شعارف أشتغل يعني وقلت له كده وخلص والموضوع كده هموت طبعا وبعدين راح متكلمني تاني وأنا فاضي وأنا فاضي وأنا فاضي بقى وراح تمسلم نفسي بقى خلاص هم مش عارف آآ بصي أول يومين أنا أومر أشتغل معي أول يومين يعني مكنتش فاهم قوي آآ آآ المدرسة اللي عنده عاملة ازاي هم يعني الطريقة بتاعت الشغل يعني الممثل اللي قدامه أول ما بيس يازم يذاكر ما ينفعش كده ذاكري زي ما ذاكري أه لما تيجي وانتي قدام الكاميرا أم ودلوقتي انت في الشخصية أه هو مش بيقبل يشوف عشان الناس اللي هتشوف برضو غير الحقيقة طلع من عينيكي حقيقة هنعمل للبعدين ما طلعش هيفضل وراك هيفضل وراك لغاية لما طلعي حقيقة تعرف ان دي تقالتلي مش قادرة افتكر من مين جملة الحقيقة الحقيقة آآ عينين حقيقية حد قلالي مش قادرتك عينيه نبر الصوت حقيقية كلام طلع بترتيب حقيقي يعني مش مفتعل مدرسة آآ خطيرة جدا آآ مبسوط وممتن وحاجات كتير قوي ان انا اشتغلت مع أستاذ هني خليفة الدور الدور حلو جدا آآ وعنده شوية حاجات وآآ الدور حلو جدا ايه دور حلوة يعني فيه تمثيل وفيه حاجات وأحسيس وآآ ومشاعر شخصيتي يعني دكتور مهندس آآ رجل أعمال مش كبير يعني وهو مش هو ده برضو الموضوع بس تمثيل تمثيل آآ يعني في الدراما ما بنشوفش الجانب اللي هو الشور عشان هما صدت حلقات فمش هو موضوع كله في في هي ليلة في الليلة دي بس قلت من المخرجين اللي كنت حايا بشتغل معهم قبي المخرج هني خليفة مين تاني عايز تشتغل معا النهاردة تاني ناس كتير زي ليه عشان عايزة عايزة اعرف يعني انت شايف مين النهاردة ممكن يطلع من محمد شهين من شينه حاجات مختلفة غير الحاجات اللي بل فيه ناس بيطلعوا من الناس فيه مخرجين هم اكتن كوتشز اصلا بيطلعوا منهم وصلين حاجات كتيرة جدا بس انت النهاردة في المرحلة دي وانا حاسة ان فيه كده نشاط وسخونية كده على بها الحمد لله والله الله اطبر الله اطبر الله الحمد لله بس ده بس ده حقيقي وده عجبني وعجبني اني بشوفك بتنوع يعني انت في تنوع الحمد لله بحاول والله العظيم على قد ما تقدر اه والله حقيقي يعني من تاني مخرجين عايز يشتغل معهم في الفترة اللي جاي يعني أكيد أكيد أستاذ محمد ياسين وأستاذ كاملة أبو ذكري وأستاذ تامر محسن وعليش أنا آسف هتنسيته؟ مش مهم أنت أكيد فيه ناس كتير قوي تانية كمان بس ده بعض الأساميع يعني عايزتها وكلمش النووي أنا عايزتها والنبيا ما بقولش كده والله العظيم لا أنت بتحبوهم وترجي بحبهم لا طبعا لا بس ده حقيقي بحبهم بعايز أدخل مدرسة دي يعني أنا هطلع بحاجة جديدة لما اشتغلت مع هاني خليفة حاجة جديدة حاجة تانية حاجة تانية خالص خالص حاجة غير اللي أنا عملتها مش عايز أقول إن أنا حاسيت إن أنا لا بس عايز أقولك على حاجة صريح وواضح وحبيبي يعني في قلبه على لسانه بتحس إن انت في حتة تانية بياخدك في حتة تانية أنا ممسلتش قبل كده إيه ده معقولة إيه ده وبتطلع عشان حقيقية عشان مش دائما بتسعين ناس كتير أنا خلاص فهمت ما أنا بكش فهم في الأول بقى وكنت اللي هو إيه لو بقولك إيه أقولك على حاجة أنا بعد أول نص ساعة روحت عشان أعتذر عن المسلسل ليه؟ من الطريقة ما فهمتوش ما فهمتش ما فهمتش هني خليفة وهدين إيه؟ لو محدش يعرفه ما بيفهموش هو لما لقى كده متوتر جدا والله حاجة تانية حاجة تانية خالص خالص فرح قال لي أنت المهم أنت اللي تتشاف وأنت اللي عليك الكاميرا وأنا بعمل كل ده عشانك عشانك أنا بعمل عشانك يلا دوروا دوروا بقى يلا دور الكاميرا اللي أصبحت مش متلاقيش مخرج يقولك كده خلاص أنا بقى خلاص أنا استريحت فأي معلومة لما بتوتر أي حاجة بتدخلي بقى خلاص أنا ما بقى فهمش خلاص أنا ما بيدخلش بقى ما بيش حاجات أخرى فيه بلوك ده بلوك أيو لما قالي كلمتين دول صرايحت فبقيت بس تقبل فلو يومين ثلاثة خلاص أفشتها أفشتها حقيقة أفشتها